أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية كما ترون أمامكم جريدة معاريف الإسرائيلية وهي تنقل نتائج استطلاع رأي لولستريت جورنال حول تقدم كاملا ريس قالت بالحرف استطلاع رأي دراماتيكي هاريس تمسح تقدم ترامب وإعادة فتح السباق الرئاسي الأمر لا يتعلق باستطلاع بل ببحث للجريدة الأمريكية بعد استعادة الحزب الديمقراطي لحماسته بين الرئيس الأمريكي السابق والنائب الحالي للرئيس الأمريكي كان رفع من سوب نواية تصويت عند غير البيض محققاً 49% لصالح ترامب و47% لصالح كاملا ريس في هذا الاستطلاع مع نسبة خطأ تساوي 3.1% بمعنى التكافؤ ما بين المرشحين تماماً لقد كان لدى ترامب فارق 6 نقط في بداية هذا الشهر عندما كان بايدن في السباق أما اليوم فقد تغير الوضع بشكل راديكالياً وحسب نفس الجريدة فإن 63% من غير البيض يدعمون كاملا ريس فيما 51% كانوا يدعمون بايدن بمعنى أننا نتحدث عن مؤشر هام من زيادة بـ 12% إذن أمامنا هذه الإضافة التركيبة الديمغرافية أيضاً قد تغير النتائج حيث أن الولايات المتعددة الأعراق كأريزونا ونيفادا جورجيا كارولاين الشمالية وولايات أخرى لم تتعاطف مع بايدن لكنها اليوم تتعاطف مع أرس لقد ارتفع معدل المتحمسين في الحزب الديمقراطي أو في الديمقراطيين وصفوف الديمقراطيين من 37% وإلى حدود 81% إن هذه الحماسة التي ارتفعت بهذه النسبة التي تقارب 50% تكشف كل شيء استطلاع الرأي قاده كل من الديمقراطي مايك بوشيان والجمهوري ديفيد لي الذي قال إنه تحول لا يصدق لكن الذي لا يصدق حقا هو دعم أوباما الذي أخذ مسافة عن إسرائيل واليوم أرس تمثله بشكل واضح عكس الصهاينة الديمقراطيين من الحزب الديمقراطي فبالنسبة لهذه الفئة أصبحت محصورة واستطاعت التيارات الأخرى حصارها وهذا هو التطور الاستثنائي الذي نؤكده أن أوباما الذي أخذ مسافة عن إسرائيل استطاع تياره أن يسقط بايدا وأن يأتي بهارس وهذا تطور استثنائي يجعل نيتنياهو يربح المؤسسات داخل الكونغرس الكونغرس الذي سيعدل سيغير والكل يراهن على اللوبي اليهودي استطاعت أرس أن تتلمس هذا الوضع لأننا أمام اللوبي يعتمد على الشركات على الدولار فيما هناك روبي آخر يعتمد على الجيش وهذا الذي أوضحناه في أكثر من فيديو الآن ما بين الصناعات الدفاعية الداعمة للحروب كحرب إسرائيل ضد غزة في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا هذه الجهة اليوم تقابلها جهة تعتمد على الشركات وعلى براءات الاختراع وعلى التنافس مع الصين واضح جدا أن هذا اللوبي يعتمد على عودة أمريكا إلى التنافس الاقتصادي ضد الصين وأن تحاصر الصين اقتصاديا والاعتماد على الشركات على الدولار على استعادة العملة الوطنية كي تكون عملة دولية لأن 40% من العالم قاطع الدولار إذن أمامنا بريكس وأمامنا غيرها وخصوصا أن جزءا من هذا التحول عن الدولار لم يعد هناك الدولار قائدا للعمليات والصفقات كل هذا أمر له مؤشراته وبالتالي فإن عودة أمريكا إلى التنافس الاقتصادي لحصار الصين هذا الذي يريده تماما ترامب ويرغب في طي الصفحة مع روسيا كي تكون إلى جانبه ويتم حصار الصين داخل مواقع لأن التنافس الروسي الصيني هو الذي يمكن الاستثمار فيه حسب ترامب فيما في الاتجاه الآخر القراءة التي لدى الجيش الأمريكي فإن المزيد من استنزاف روسيا تشعلها مجرد رقم صغير مع الصين وآن ذاك يمكن التعاطي بشكل واضح مع آسيا الجديدة ولكن بعد استنزافها خصوصا استنزاف الخيار العسكري وهذا الذي سيكون مؤثرا وسيبقى في المستقبل القريب قيادة العالم عسكريا بالضرورة وليس اقتصاديا كما يدعو ترامب إلى أخذ هذه المقاربة بشكل مختلف إذن عمامنا هذا التصور الاستثنائي الذي دخل على ضوئه جيل آخر وجمهور آخر وأيضا رؤية أخرى هذه الرؤية تعتمد على الجانب القانوني وأن أمريكا يجب أن تستعيد قيمها وأن تستعيد أن تكون حارسة للقانون الدولي وأن تكون القيادة قيمية بالقيم الأمريكية مع ويلسون وغيره نحن نتحدث اليوم عن كامالا التي أتت هؤلاء الذين أتوا إلى أمريكا وهم متعددين الأعراق يحاولون أن يدافع على الوجه القانوني والقيمي لأمريكا والقيمة الأمريكية منذ ويلسون وإلى الآن إذن هذا تحول استثنائي يجعل من الجامعات جزءا لا يتجزأ من هذه الموجة إذن هذا التيار الذي يريد أن يقود أمريكا من خلال القيم لأن القيمة الأمريكية هي التي أتت بأوباما كي يكون رئيس دولة وهو أسود أفريقي وأيضا كاميرا هاريس وهكذا فهناك التيار الآخر الذي يريد أن يدافع على وجه أمريكا وعلى قيمها وهكذا يمكن أن تنتصر أمريكا بالعودة إلى هذا المربع المنسي المسألة الأخرى والمهمة للغاية أننا نتحدث عن رئيسة قادمة وهذا محتمل لأن أمريكا المتعددة أمريكا بقيم أمريكا هي التي ستنتصر وستحاصر بكل تأكيد ترامب إن لم يحدث اغتيال فإن الأمر محسوم لصالح الطيار الأوبامي الذي يؤمن بالقيام وبالتوازن وهكذا إذن ابنة التسعة وخمسين سنة هي التي قد يكون لها ريان الحصن ليس فقط لأن وادي السيليكون معها لأن قيمة أن تكون من مواليد هذا الوادي فهذا يجعلك وفيا وأيضا هذا الوادي سيكون وفيا من هذه النقطة الوفاء والسعادة القيم هكذا يمكن للدولة الأخرى أن يتم تشاوزها لذلك فهذا التقاطب الآن من دون التزامات اليوم هناك شيء آخر نلاحظ أن كامالا ثلاث سنوات وستة أشهد ثلاث سنوات ونصف هي نائبة الرئيس واستطاعت أن تكون شريكا استثنائيا مع صهيوني ورغم أنها تحمل قيمة أخرى يعني أن براغماتيتها عالية للغاية نحن نتحدث عن ابنة كاليفورنيا ابنة القانون هي تعرف قيمة القانون وأن ترامب يحاكم لديها كما هي تعرف جيدا من هو المجرم فكأن الأمر يتعلق بين اختيارين صعبين أمامنا مجرم في الأموال وفي غيرها هناك متابعات ضد ترامب أيضا بالنسبة لنيتنياهو فالأمر لا يقبل بأي حال الجدل لأننا أمام مجرم حرب أمام المحاكم الجنائية الدولية وأيضا أمام المحاكم المحلية الإسرائيلية إذن بالنسبة ليارس فالأمر لا يتعلق إلا بمجرمين ولا يمكن التمييز بينهما في هذا الوقت الكل يريد استعادة دولة القانون استعادة القيم الأمريكية من أجل حكم العالم إذن أمامنا هذا الخيار الذي يمكن أن يلجأ إليه كل أصوات الشباب أصوات الذين يطمحون إلى عودة أمريكا إلى قيمها ومعالجة هذا الانحراف لأن وكيلة سان فرانسيسكو السابعة والعشرين من 2004 إلى 2011 وهو وكيلة عامة لكاليفورنيا من 2017 إلى 2021 كل هذا يعني أن الوجه القانوني الوجه الأكاديمي على وجه دقيق هو الذي سيسيطر على الوضع وهو ما تحتاجه أمريكا الآن أمام تقاطب المصالح الراديكالي والجذري بالإضافة إلى كل ذلك هناك اعتبار آخر تقيق للغاية بخصوص انتماء الدين لكاملة عندما نذكر الكنيسة المعمدانية لـ 1609 وما يسمى بالولادة الجديدة في هذه الكنيسة المعمدانية فإننا نتحدث عن ولادة جديدة لأمريكا انطلاقا من منظور ديني لا يستقيم بشكل كامل مع الصيونية التي غزت كاثوليكية بايدا وأصبح أمر ذلك متجاوزا إذ لدينا الآن ابنة للكنيسة المعمدانية بكل هذا الثقل الديني والروحي وأمامنا التزامات بخصوص هذا الوضع الذي يمكن القول معه أن الروح القانونية والأكاديمية لمفهوم القيم وأيضا لمؤسسة القضاء وأيضا لاستعادة هذه المؤسسات لقيم الإنسان الذي ليس له متابعات وهذا يكفي إذ اليوم هناك خيار صعب للعالم ما بين نيتنياهو وجريمة الخرب التي هي الآن جزءا من ملف اتهامه أيضا بالنسبة لطراب وابن بايدن في صفقات مع أوكرانيا قبل أن يكون بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكل النفوذ من أجل عدم الذهاب إلى القانون إذا كانت تغطية قانونية هناك تسطر على الجرائم وهذا أمر عادي في المرحلة السابقة مثل ذلك يصعب انطلاقا كما ذكرت من الخلفية ومن الرؤية ومن القناعة بالإضافة إلى القناعة المعمدانية لهذه الكنيسة التي سيكون دورها حاسم لنتحدث عن 12.8 تقريبا 12 مليون وثمانية ألف في الولايات المتحدة الأمريكية إذن أمامنا هذا الاستقطاب الذي سيكون له ما بعده لأن الروح الدينية وروح القانون سيسود وأيضا توجه أوباما الذي لم يكن بايدن يمثله بقدر ما تمثله الآن كاملا هارس إذن أمامنا هذا الانتصال المتوقع فكلما زادت الحرب في غزة هذا الذي يقوله الآن ترامب الآن حرب غزة تقتل ترامب وهذا ما قاله بالحرف لنتنياهو لأن استعادة الصورة وتجاوز كل انعكاسات حرب غزة بمآسية هذا كله لن يكون في صالح ترامب والآن قد تعين الرئيسة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية كما هو متوقع حسب استطلاعات الرأي وأيضا حسب باقي المؤشرات المذكورة فيما الرعب يتواصل الآن في إسرائيل وأيضا في المنطقة الشرق أوسطية أمام صعوبة التوقيع على الاتفاق الدفاعي أو الشراكة الدفاعية ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية الأمر تجوز أيضا بالنسبة لإسرائيل في استمرار الحرب لا يريدها ترامب لأنها تدفعه لخسارة نقط وأيضا داخل إسرائيل التي احتفت إلى جانب الكونغرس بخطاب نيتنياهو فيما التاريخ ربما سيكون إلى جانب الذين عارضوه وهم خارج الكونغرس مثل هؤلاء قد يتحولوا إليهم التاريخ وهنا قد يهمش تماما نيتنياهو وأعوانه وهذا هو التطول الاستثنائي الذي جعل من حرب نيتنياهو حربا لبايدن وطرامب فيما هناك من يدعو فورا إلى وقف هذه الحرب ليس حبا في الغزيين وإنما خوفا من ذهاب الأصوات وهارس اليوم تربح لأن موقفا أكثر وضوحا من بايدن وطرامب بخصوص وقف إطلاق النار في غزة ووقف مآسي غزة شكرا جزيلا وإلى اللقاء